لمناقشة ذلك أمام إلينا من دبي الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي طارق تلجي أستاذ طارق أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية ما هي هذه القصة بداية؟ كيف بدأت؟ ولماذا اليوم هناك انفلونسرز أو مؤثرين؟ مساء خير شعن تأتي بجودة معكم قبل أي شيء خلينا أحكي الشكل الكثير مهم بمصات التواصل الاجتماعي أنه اليوم اللي بيقوم فيه أي شخص بفتح أي حساب بمصات التواصل الاجتماعي لازم يحسب حساب أن المؤثل السلبيين أو المشاهدين السلبيين موجودين وموجودين بكثرة في منصات التواصل الاجتماعي فلجب على كل شخص أنه يتوخى الحضر كثير قبل ما يحط أي بوست أي فيديو أي صورة فما بالك إذا كان الانفلونسر أريدي موجود خليني أحكي ببساطة الفرق بين الانفلونسرز هما فيه نوعين انفلونسرز فيه الانفلونسرز اللي هم الإقدام اللي هم تقريبا عمرهم 7 إلى 8 ستين وفيه الانفلونسرز اللي عمرهم سنتين يعني كل اللغة وكل الحكي تقريبا تقريبا عن الانفلونسرز اللي هم السريعين بدون يصيروا انفلونسرز بسرعة بالضبط بالضبط اللي هم بدون يصيروا انفلونسرز بأسرع وقت ممكن بدون ما يحسبوا حساب لأي تصرف لهم في البداية أول غلط وقع فيها هدول الانفلونسر الجداد اللي هي عملية شراء المتابعين الوهميين يعني مثلا أنا أقوم بعمل فولو لانفلونسر مثلا إلو شهرين أو خمسة شهر فاتح حساب جديد بعمل فولو كان عنده خمسة ألاف بصح الصبح تاني يوم بلاقي عنده خمسين ألف طب يعني ناصر تعرف انه عملية شراء يعني مستعيل خمسة ربين ألف بيوم إلا زا كان واحد ممثل معروف أو مغني فتح حساب جديد آه بس انت كامل فانصر لا بعدين تالت يوم بصيروا مية ورابع يوم بصير مية وخمسين ألف فانت لو تفتحي على بروفايل وبتشوفي مثلا فيديو حط فيديو بتلاقي مثلا عدد فيوز خمسمية تلتمية أربعمية بقياسا العدد المتابعين عنده 200 ألف فبتبين أنه يعني أنه استخدام طريقة غير ذكية هل يمكن التدقيق في ذلك هل يمكن أن نعرف المؤثر المزيف من المؤثر الصحيح اللي ما اشترى أصوات وما اشترى متابعين طبعا أول مقياس أول مقياس مثلا خلينا نحكي على تويتر مثلا لما كون انت حسابك أو حساب أي شخص فيه مثلا 100 ألف فولور وانت عامل تغريدة بيجيك عليها خمسة أو ستة رتويت كحد أقصر هذا مبين أنه شاري فولور رتويتس يعني ونفس الإشي لما يحط بوست فيديو يعني انت لما يكون عندك 100 ألف فولور الحد الأدنى لازم منشورك يوصل لبين خمسة لعشرة مئة لهذا الحد الأدنى يعني أقل إشي إذا يكون الفيديو تبعك شافه عشرة ألاف واحد فبتفوت عليه بتلاقي أنه شايفه 200 أو 300 أو 500 واحد فنبين أنه يعني هو شاري فولور وصارت العملية صارت مفتوحة ومكشوفة عند الجميع لهذا السبب أن الناس صارت شوي تستاء من الفلوانسرز هذول اللي جداد بالذات تبدأنا نتحدث طارق قليلا عن الانفلوانسرز القدامى أو الحقيقيين إذا أمكنني القول كيف تمكنوا من جذب هذا العدد الهائل من المتابعين هل المشكلة تكمن فيهم أم بالناس التي تتبعهم يعني في البداية أول ما بلشت نصات تواصل اجتماعي يعني كان الناس شوي عندهم يعني ما عندهم هالالكسبرينس العالية أو الخبرة بالنصات تواصل اجتماعي يعني أي شخص بشوفه بروح بعمله فولو أي فيديو بروح بعمله فولو فنسبة أن الناس يزيد عندهم فولورز أسرع بكتير من هلا هلا المشكلة أنه بالإقدام صار عندهم في ناس منهم إحنا ما بنا نعمم طبعا عن كل مؤثرين صحيح بس اللغة اللي صار بالمؤثرين بالضبط أنه في مؤثرين ما حافظوا على يعني زي ما بيحكوا المعروض الإشي اللي بيرضوا يعني بتلاقي مثلا أنا عامل فولو لو أحد مثلا مؤثر في مجال الرياضة أو مجال التكنولوجيا أنا عامل لك فولو على هذا الأساس بلشت أنت شوي تحكي بأمور الدين شوي تحكي بأمور السياسة بلشت شوي شوي تخسر متابعينك طبعا هلا وبالأخير هذا بروفايلك وانت حقك بتحكي فيه لي بدك يا بس هذا رايح أثر على على المتابعين عندك فبصير الناس بتبلش تحمل لك أنا فولو لا يعني أنا زيعت من هذه المنشورات أنا لأساس عامل لك فولو أنا بتحكي برياضة المشكلة الأكبر طارق أنه أصبح لشركات كبرى عالمية ميزانية خاصة بهم اليوم ما الذي جعل هؤلاء ينجحون باستقطاب أكبر شركات العالم حتى يروجوا لهم عبر حساباتهم باختصار لو سمعت يعني خلين فضل أكيد هلا خليني نرجع شوي لأمريكا مثلا عملية المؤثرين بأمريكا كثير منظمة غير عن البلدان الثانية ليش لأن في عندهم بأمريكا إيش اسمه وكيل أو ماني باينج يعني هذول الشركات بيكون عاملين تاركتينج للمؤثرين يعني مش أي شيء يعني المؤثر ما بروح بيعرض حاله بطريقة خليني نحكي بخيصة أو رخيصة للشركة أن تعال أنا بعملكم دعاية وعطوني فلوس لأ نفس الشركة هي اللي بتروح عندها عكس اللي عم بصير عندنا في المنطقة صار المؤثر هو يروح يعرض حاله على المطعم أو على المحل أو أو محل بمول أو شركة أو كذا أنا بعملك هيك هيك بس بدي مقابل هيك أن تعطيني مثلا وجبات البلاج فصارت مش بروفيشنال الشغلة صحيح فصار زي كأنه الزلم يعني الناس عم تستأمنوا أنه عم يبيع نفسه قاعد قدام الشركات والمطاعم شكرا يا طارق الشركات نفسها هي كمان ساهمت في هذا الشيء شكرا على المعلومات القيمة من الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي طارق ثلجي على المشاركة معنا من دبي ترجمة نانسي قنقر